موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا الكونغرس الامريكي اتلقى رسالة من عدة اعضاء ناضيين فيها اعضاء طالبين ان تصلت عقوبات على الجزائر بسبب موقفها المتضامن مع روسيا في حربها ضد اوكرانيا يعني جزائر ان نسيت حكاية الظالم والمظلوم وقضاء وحقوق الشعوب وقضاء نسيتهم جات مع روسيا ان روسيا تعتاد على اوكرانيا ما عليها هذا هذه الرسالة هذه الرسالة ماضيين فيها قريبا يعني بالتحديد الانتوني بلينكن مجهله مجهله اللي هو كاتب الدولة الامليكان سمعه وزير خالجية قلوا له لابد من تصريد عقوبات على الجزائر لما يقول الجزائر يا ناس اي واحد موضوعي اي واحد عاقل يميز ما بين الجزائر الدولة الشعب تاريخ وبطحة فيها شعب وفيها عصابة تحكم فيه ميز ما بينها الجزائر كالجزائر في منأة عيدة ما نحتاجها علاقة بالعصابة والشي اللي يرى يحصلون ان العصابة يتكلم باسم الجزائر اه كنا باسم الجزائر هذه عصابة وبالتالي جزائر بريئة بريئة من كل ما تقترفه من جرائم ومن اثعال ومن تصرفات صبيانية تصرفات عراية الجزائر بريئة براءة الجزائر ها هي مكلا نزيدون كلمة عليها اليوم العصابة الحاكمة في الجزائر اه ولت ما تفرش في قضايا المبادئ لما جيت تكلملك على التطبيع مع اسرائيل تغمض عينيها لما يكون التطبيع من طرف الامارات او من طرف البحرين او من طرف مصر 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 ان هي فاتحة ان هي فتحة التطبيع لما يمشي تبون المصري يوقفوه عند كبر سادات 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 اللي كانت جزائر دارت ضده جبهة الصمود وتصديم جزائر ذاك الوقت لما عرضت التطبيع عرضته بالمبدع بالخورط كماشر شعبون تبون يعرف واشو المبدع واشو راضي كاسيدور راضي ما عنده حتى علاقة لا بالسياسة ولا بايشي اليوم اوكرانيا تتعرض الى حرب الناس هاربة الناس لاجئين ضمار كده جزائر وعلاش الاختراك شو روسيا فيها مصالح 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 تحضر بسيارة الى 12 مليار دولار سنوين من جزائر وفي هذه الى 12 مليار كان 10% تروح لجيوب الجنيرالات تحضر تحضرها هذه تحضرها وعلى هذه القناة يأكلوا في بعضها ومدخلوا في بعضها من حلس لذا الجزائر اليوم راه في ورطة مع روسيا لهذا طلبوا لها في كونغرس عقوبات تحضرها ربي قدر خير البلادنا ربي بعد عليها أولاد الحرام ونطلقوا في الجزء الثاني من بعد مع الباقية السلام عليكم ورحمة الله